أما من اتحاد الكرة في حكاية كاللوس كيروش بصراحة كده حكاية بقى دمها تقيل من الكل بيهو كمان بصراحة يعني دمها تقيل بس أنا مش بلومه قوي يعني هو سنة يعني يعني حاجة بسيطة بس اتحاد الكرة ما تخلصونا جميعا من فلوس كاللوس كيروش رايل كل شوية طالع عمالي الشرط في حياتنا كلنا أنا مش فلوسي وأنا ماخدش فلوسي من اتحاد الكرة وبيانات وكصص وحكايات وحسب معلوماتي يعني هي فلوسه ليلة جدا بس نخلص يعني نخلص هو عموما الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة عقد جلسة مع كيروش في قطر على هامش نهائي كأس العالم وكان فيه تقريب في وجهات النظر بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة جمال علام وقعد كيروش بصرف مستحقاته المتأخرة الخاصة بمكافئة بطولة كاس العرب وباقي مكافئات الفوز أو الوصول أو وصول النهائي بطولة أمم أفريقيا وجمال علام قالوا احنا هنحل المشكلة بس مش هنقدر نسدد لك غرامة الكاف اللي وقع عليك أو وقع على كيروش يعني وكانت بـ 25 ألف دولار بعد اعتراضه على حكم المباراة على اعتبار ان اتحاد الكرة لا يتحمل غرامات المدربين تبقى لي لقاحة اتحاد الكرة حتى دي ينفع تعدي معي طبعا يعني أنا ما بحبش أخش قوي في الأمور الإدارية والقانونية عشان ممكن اتحاد الكرة يدفع 25 ألف دولار اللي يقال له سكروش بس ده يدينه يعني يدين اتحاد الكرة إداريا فما قدر الشغول اللي روحوا تفعلهم نجيبكم ونخلص بس نشوف لها حلول يا جماعة نشوف لها حلول أكيد ليها مخرج أنا فاكر تحديدا بصراحة يوم مباراة كوديفور دي قالوا سكروش عمل حركة زكاة جدا هو اعتراضه على الحكم والتفاصيل اللي عمله ده كان بيرفع ضغط كبير جدا على اللاعبين في أرضية الملعب بس ده ملوش علاقة بقانونية الموضوع ولا ينفع ولا ما ينفعش بس نحاول نخليه ينفع قانونيا نحاول برضو مش بقول انه اتحاد الكرة كده أجرم وأخطأ 100% بس لو لها مخرج نخلص شنو هو واضح انه بيشرط طول الوقت ما بيسكوتش فنخلص بقى من الحكاية دي على جنب وخلصنا يعني له ما له عليه ما عليه وضرب المنتخب واللي قال عليه كويس قال عليه كويس ولا قال عليه ما كانش كويس يعني خلصنا يعني فترة وانتهت نخلص بقى منها كلها يعني منضالش كل شوية نسبة مستحقات كلوس كروش مستحقات كلوس كروش بالمناسبة 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 الجهاز المعاون اللي كان مع كلوس كروش وده بقى ممكن يدفع عنه اكتر شويتين تلاتة لسه ما خدش كل مستحقاته المتأخرة من اتحاد الكورة حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة أنا أتحدث عن الكابتن ديوه السايد وكابتن محمد شاوي وكابتن أسام الحضري دول حتى هذه اللحظة ما خدوش باقي مستحقاته شكرا